اهلا وسهلا بكي عزيزتي المشاهدة هاليوم راح نسوي الكعك او البقصم بالسمسم هسا انطيكي المقادير واشوفلكي طريقة العمل عدنا مقادير البقصم بقصمة بالسمسم ثلاث بيضات اه ساعة 12 ونصف ستيكان طاحين كوب واحد زيت كوب واحد شكر هال ملعقة طعام هال ملعقة كوب باكم باودر سمسم وحليب أول شي سأخلط البيض والزيت أخلطهم مع الشكر سأخلط البيض سأضيف الشكر بعد ما خفقت البيض حوالي دقيقتين مو أكثر سأضيف الشكر سأضيف كوبل زيت على مهل وأخلط لا كلها بمرة وحدة سأضيف 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 سابق 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 خفقت البيض و السكر و الزيت سوف اضيف ملعقة الطعام و اضيف قليل من الطحين مرة واحدة قليل من الطحين تقريبا نصف الطحين و اخلط و البيكن باودر سوف اضيفه مع الجزء الاخر بعد ما صارت هالشكل عندي العجينة قوية سوف اضيف ملعقة الكوك باكون فاودر و اضيف باقي الطحين بالتدريج و عجين بيدي لانه العجينة صارت قوية فالاخضل العجين بالايد و اذا شفت العجينة صارت هشة زينة ما تلتصق بالايد ما يحتاج الضيفين باقي الطحين تكتفين بالطحين اللي خليتي حسب ما انت تشوفين اعتقد يحتاج شوية طحين لانه ده تلتصق بايدي مثل ما ده تلاحظين انتهيت من عجين هذه العجينة صارت جاهزة و ما خليت الطحين كلها بقى من عندها شوية هسا راح اعطي بالتكتيل حضرت السمسم حضرت الحليب هسا راح اقطعها استطيع ان انقع ايدي شوية بالحليب حتى لا تلتصق على ايدي من داعش تغل اقطعها و اشكلها على شكل تريدي مثل ما انت تحبين على شكل هذا الشكل تريديها الشكل خليها بالحليب اول شي طلعها من الحليب بعدها خليها بالسمسم و خليها تتشرب يعني هكذا تصير كلها سمسم و خليها بالصينية واستمر بها كلها واحدة ورة ثانية كلها بنفس العملية الى عما تنتهين منها وبعدين اشويها بالفرن اصدقاء اصدقاء اول شي على شكل استطوعنا بعدين خليها بالحليب طلعها من الحليب خليها بالسمسم هالشكل صارت عندي على شكل حدوى او تريديها اقلا انت بكافج سأسوي واحدة اللخاء غير شكل هي العجينة شوية لينا أفضل لأنه أطيب تطلع البقسم أطيب يطلع هذي راح أسويها بهذا الشكل خليها بالخليب بعدين سمسم وغطيها بالسمسم هكذا صارت عندي جاسة عزيزتي المشاهدة هو هذا الشكل الأخير والنهائي للبقسم أو كعكل سمسم اللي سويتها أتمنى تعجبك وصفتي وتجربيها شكرا جزيلا للمشاهدة